مريات وأبحاث أمنية متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في الجريمة التي هزت مقالك خنبي مراكش في شهر نوامبر من العام المنصرم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق عملياتي واستعلاماتي وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تضع يدها على صيد ثمين عناصر الأمن تتمكن من توقيف شقيقين هولنديين من أصل مغربي لديهم ارتباط مباشر بأعضاء الشبكة الإجرامية وجرت العملية الأمنية بمنزلين منفصلين بأحد الدواوير على الطريق الوطني الرابطة بين مدينة الحسيمة وودلاو وأفضت عملية التفتيش في المنزلين عن حجز مبالغ مالية بالإضافة إلى هواتف نقال ودعمات تخزين معلوماتية ووثائق تخصص سيارة فارهة ووفق الأبحاث الميدانية المنجزة فإن الموقوفين هما شقيق المحرض الرئيسي والمباشر على تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية ولديهم ارتباطات بأعضاء الشبكة الإجرامية الذين نفذوا أو ساهموا في التنفيذ المادي لجرمة القتل العمد ومحاولة القتل بواسطة السلاح النارية وحسب التحقيقة الأمنية فإن تورط المشتبه فيه ما يتمثل في توفير تجهيزات ومعدات جسكية للمواطنين الأجنبيين الذين كان قد عهد لهم بالتنفيذ المادي لتلك الأفعال الإجرامية أفعال إجرامية دوافعها الرئيسية تصفية الحسابات بين شبكات الترويج الدولي للمخدرات حيث كشفت الأبحاث الأمنية المنجزة في الملف تفاصيل مثيرة حول الارتباطات الدولية للشبكة الإجرامية بشبكات تعمل في مجال تبيض الأموال والابتزاز والاختطاف التي تنشط في بعض الدول الأوروبية وتأتي هذه العملية الأمنية في وقت تواصل فيه غرفة الجناية الابتدائية بمراكش النظر في ملف متابعين على ذمة القضية ويوجد ضمن المتابعين منفذة جرمة القتل المنحدرين من جمهوريتي الدومنيكان وسورينام وباقي أعضاء الشبكة الإجرامية